دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء كان عامل جولة النهاردة في منطقة الأهرام أو الأهرامات والمتحف المصر الكبير يتفقد أعمال تطوير مدخل المنطقة الأسرية بهضبة الأهرام اللي هو طريق الفيوم القاهرة لأنه دا لها يكون الباب الرئيسي أو المدخل الرئيسي لمنطقة الأهرامات منطقة الأهرامات من الآخر منطقة الأهرامات من الآخر رئيس الوزراء في جولته النهاردة وشاف طبعاً ورئيس الوزراء عندنا فيديو لرئيس الوزراء مش كده لو عندنا يوسف ممكن لتشوفه أيوة عايز يورى حضر لكم رئيس الوزراء وهو بيتفقد شوفوا بس إيه ركزوا على ملامح رئيس الوزراء بس عايز حالكم تشوفوا بس وهو بيتكلم مع المسؤولين بيتكلم معهم إزاي عشان تعرفوا رئيس الوزراء هل اللي شافوا النهاردة يعني مبسوط منه هل اللي شافوا النهاردة عايز يعملوا إيه أهو شايفين رئيس الوزراء بيتكلم أهو واضح 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 مع محافظ الجيزة ومع مسؤولين اللي بيقوم بعملات التطوير رئيس الوزراء فيه حاجات مش عجبها لا 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 خالص طبعا أهو رئيس الوزراء أيوة واضح المشهد اللي قدام حضراتكم كده رئيس الوزراء واضح بيقول لهم كلام محدد اللي شافوا المنطقة دي لازم تتغير المنطقة دي ما ينفعش تتساب كده يا جماعة المنطقة دي بنكتلم على حضاء تاريخ البلد تاريخ البلد ده يتعمل ويتعمل كفاية سنوات طويلة سايبين مرتع منطقة الأرامات دي مرتع لأي حد لازم يبقى حرصين ومعايا سات وزير شريف فتح ووزير السياحة والأثار والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وكل المعنيين طبعا يتولوا التطوير في أزل المنطقة فزي ما بقول لحاكم الدكتور مصابي مدبولي وهو تشايف كده ما كنتش حاضر بس أنا قرأت للفيديو والكلام واضح رسال رئيس الوزراء معقول أنه بقى احنا سايبين كل كده انت عايز بتتكلم على 30 مليون سايح كل الناس عايزة تيجي لأهرامات المتحف المصر انت نتكلم على متحف الأكبر في العالم فأسيب منطقة الأهرامات كده ولا تعمل التطوير اللي انت بتعمله والأمر التاني تاخد قرارات وإجراءات بجد ما فيش حتة في العالم يا جماعة في ناس لأنه وقلنا قبل كده مليون مرة السايح لازم ييجي المعاملة معه ازاي سواء في الهرم أو في أي مكان آخر ولكن كمان بيروحوا الأهرامات يبقى عندهم بعض الناس يعني بيدايقوهم في مضايقات موجودة الكلام ده لازم ينتهج تماما لو أنا بتكلم على 30 و40 مليون سايح فيش حاجة تقعد تجر ورا سايح ولا ورا سايحة تقول له كذا والديني وعايز سبيع غزم ما تسيبه هو جاي تفسح هو جاي تقعد دايق فيه ما تسيبه ولازم نوفر لهم زي ما رئيسي وزراء النهاردة يعني وجه اليوم رئيسي وزراء على شف البوابات والمناطق والتوفير الأمن والأمان السياح وتركيب مظلات تبقى موجودة وأنظمة إضاءة حديثة تبقى موجودة وتنظيم دخول العربيات أو الحافلات السياحية في من البوابات الجديدة وتتوقف في ساحة الانتظار اللي هتتسع لألف عربية وحافلة في ساحة انتظار موجودة هتاخد ألف عربية وإيتوبيس سياحي ورئيس وزراء عمل جوي زي ما حاكم تشوفه كده داخل منطقة الأسرية في الأهرامات واللي هتكون طبعا هيكون فيها وسائل نقل صديقة للبيئة كهربائية آمنة وإتراع المعايير البيئية وما يبقاش في تلوث وكمان تدي السايع أو السياح أو الزائرين يعني متعة في المشاهدة يا راجل ده انت بتروح فرنسا ولا تروح إسبانيا ولا تروح برلين ولا تروح لندن ولا تركب إيتوبيس عشان تتفرج على بيوت يعني وانت في لندن تركب عشان تتفرج على بيوت وعلى شوارع وتعملوا فلوس قد كده طب أنا عند الهرم عند الأهرامات ما قدرش أعمل ده يبقى السايع اللي جاي جاي يستمتع بوقته يستمتع بحضارة وتاريخ مصر يستمتع بحضارة سبعة تلاف سنة فاديلوا المجال ده من غير محد يدايقه يبقى جاي رايح نازل من إيتوبيس ركب الوسيلة العربية الكهرباء الآمنة يتفرج ويستمتع بالوقت ويشوف معالم المنطقة بالكامل ويتنقلوا يتجولوا في المنطقة كل ده بفلوس كل ده فيه فلوس بتدفع فيه تذاكر بتدفع فيه أموال فيه عوائد بتدخل وكل الكلام ده لازم يبقى يعني عندك الخيول والجمال وغيره ليهم يبقى المكان بتاعهم بس ما بقاش إن أنا بدخل هنا أبوز المنطقة دية المنطقة دية لازم نحافظ عليها كلنا اللي عنده حصانه اللي عنده جمل ما هو ده أكل عيشك ومحدش هيطة أكل عيشك أبدا ولكن كمان أنت تبقى حرصين على هذه المنطقة تكون منطقة آمنة ونظيفة ومن ديش السياح أبدا وانساعد البلد في الجهد اللي بتعمله عشان هذه المنطقة تكون منطقة جذب كبيرة وتليق للعمال اللي بتتم فيها إنفاق هائل أنت عايز تعمل خدمات للسياح وخدمات للزوار بالساح بس ما أنا من حقي أروح الأهرامات أولادي من حقهم وأحفادي من حقهم أولادنا من حقهم يروحوا ورحلات تروح والأهرامات طول الوقت الناس بتروح بس لازم يلاقي مركز يخدمهم مكان يلاقي فيه أكل يلاقي فيه حاجة خفيفة عايز يشرب حاجة عايز يأكل حاجة يلاقي حمامات نظيفة خدمة تاني بقول لازم حمامات نظيفة وحمامات على العالم استوى ويبقى فيه حد مسؤول عن الكلام ده وانت بتسافر في العالم طول ما انت ماشي الشوارع كلها تبقى كده لازم فيه ولازم الكلام ده يتعمل عندنا حتى على الطرق والشوارع وانا بتكلم بجد والله وانا دلوقتي على فكرة بتكلم بجد يعني ناحية المدينة الإولمبية المدينة الإولمبية لازم يبقى عندنا على طول المنطقة المنطقة دي منطقة منطقة رياضية عالمية يكون فيه حمامات دورات مية عامة تاني بقول عامة الموضوع ده نقصنا بالمناسبة لازم تبقى موجودة وتبقى موجودة في طرق كمان مش لازم عشان كورة ورياضة لا لازم تبقى موجودة طبعا هنا ولكن حتى بتكلم على الطرق كمان لانه ده كمان يعني لانه ده منشوفه برة تبرة بتاخد عربية يعني من لندن لبريتون ساعتين تنزل في الشريء الطريق زي ما لو انت مثلا رايح السخن او رايح السكندرية ساعتين الطريق ده لازم يبقى كده طرق لازم بتبقى كده خدمات للناس غير انه فيه محطات وقود عظيم لكن كمان يبقى فيه خدمات اخرى غير محطات الوقود يعني الناس انه طول ما الناس بسفرة فيه سفر فيه حركة موجودة فتاني بقى اتكلم اولا المدينة مدينة الولمبية في هذه المنطقة وانا بقى اتكلم دلوقتي من بادره لازم نعمل ده اي لجان بتيجي من العالم كله بيبص على الكلام ده وهو بيعمل تقدير وتقييم للدولة اللي هتنظم مثلا بطولة عالمية حركة الناس الشوارع المحيطة عملية انتقال عملية الوصول لهذه الاماكن عملية الربط ما بينها بالكامل واحنا ده عندنا ما شاء الله فيش فيه مشكلة المشكلة الخدمات الاخرى اللازم نبدأ نفكر نعملها زي ما انا بتكلم على الهرام دلوقتي الهرام ده محتاج منطقة الهرامات دي محتاجة تعمل كل هذه الخدمات الحديثة يكون عندك ورئيس الوزراء النهاردة وسائل الوزير شريف فاتح النهاردة كان بيتكلم على التطور بيتم ويبقى فيه مركز طبي يكون فيه قاعات السينما يكون فيه بابات زكية بتزاكر الالكترونية مركز له كبار الزوار يبقى موجود وايضا في هزين منطقة يا جماعة يعني في اي مكان بتروحه من كم سنة وانا في فيينا كان سيادة الرئيس في النمسا وكنا موجودين مع سيادة الرئيس وروحت زورت المتحف عندهم متحف هو كان قصر الامبراطور حاولونه متحف طابير طابير يا جماعة توقف وكنا يومها درجة حرارة خمستاشر تحت الصفر خمستاشر تحت الصفر طابور اثنين ثلاثة كيلو وعشان تدخل عشرين يورو التذكرة كلام ده من خمس ست سبع سنين كله داخل فرج فرج عليه شوف ايه طب ببتكلم على الامرامات طب ببتكلم عن المتحف المصري طب ببتكلم على المتحف المصرية ببتكلم مناطق الاسرية المصرية محتاجة خدمات خدمات مش عيب نقول مش عيب نقول لحاجة احنا محتاجينها لانه هو ده محتاج وانت بتكلم على السياحة بتكلم على مصريين بتكلم على عرب بتكلم على اي حد بيجي عشان يزور هذه المناطق خدمات لان احنا بلدنا لها حق علينا لما يبقى عندنا حاجة شايفينها وبنشوفها برا وعازينا تعاملها بنتكلم عليها كلنا جولة رئيس الوزراء النهاردة عشان ايه عشان يشوف التطوير اللي بيتم طب التطوير ده النهاردة وصلنا لأدية فيه عملنا وصلنا لأدية طب ايه الحاجات اللي هي متعطلة مثلا ازاي النهاردة الباع الجائلين اللي موجودين هتسيب كل واحد قاعد زي ما هو عايز هو اللي يبقى لهم مكان مخصص وكل وكلهم كده في مكان جنب بعض زي ما موجود في اي مكان وانا همنعه محدش بمنعه بس انا عايزة نظم مكان يبقى خاص بيهم مش همنعه انا عايزة يشتغل السايح ما عايزة اشتري وخلوا بالحضراتكم يبقى فيه تنوع كمان السياح بيشتري ايه الحاجات اللي بيشتريها السايح في الاهرامات فنبقى عايفين ادي او حد بيبيع حاج وحد حاجة تانية وكذا زي ما نروح اي مكان في العالم بتلاقي اه كل حاجة جنب بعضها ولكن كل واحد بيتنوع في عملية العرض وعملية حتى ال ال اتاحة السلع او الهدايا اللي موجودة عندهم للناس وابقى موفر احتياجات الزائرين للمنطقة الاهرامات والمتحف المصر الكبير ونبقى فيه سهولة في الحركة وسهولة فيه مسألة الطرق لانه فيه فيه ربط ما بين المتحف للأهرامات فيه نفأ اللي معمول ده وده بيحل أزمة عشان ما حدش يعدي الطريق الفيوم وبالتالي بقى فيه نفأ بيعد والمنطقة دي رقم واحد عايزة فنادق رقم اثنين عايزة فنادق رقم عشرين عايزة فنادق المنطقة دي تنقص الفنادق كل المنطقة دي فيها كم فندق أربعة أو خمس فنادق كلها على بعضها واحد في مدان الرماية وجنبه واحد عن ناصية التانية من مدان الرماية على المدان بيطلع المدان أيضا واحد جنبنا هنا مدينة الانتاج اثنين جنبنا هنا جنب مدينة الانتاج الاعلامي دي كل الفنادق اللي موجودة في المنطقة دي واني بتكلم على أهم منطقة سياحية في العالم يبقى أنا محتاج هنا أولوية فنادق بالكتير خمس فنادق موجودين في هذه المنطقة بالكامل وعلى فكرة دول اشغالات طول الوقت تعالى دور على قوضة بسم الله ما شاء الله مش هتلاقي أنا بكلمك مش هتلاقي قوضة طول الوقت بيبقوا كده لكن تاني بتكلم محتاجين أكتر لأنه عندك مطار سفينكس وبتتوسع النهاردة في السفينكس ورحلات دولية وشارتر وغيره وطيران خاص وغيره واخدوه الداخلية سفينكس جنبك اهو يبقى فكرة انك عملت مطار مبكرا كانت فكرة عبقرية بعم المطار بالقرب منطقة الأهرامات بدل ما جيب السايح المطار القاهرة لحد الأهرامات كان بياخده ساعتين ونص النهاردة لا مع الطرق مش هياخد ولكن أجيبه مطار القاهرة ولا أجيبه سفينكس النهاردة سفينكس أقرب سفينكس يطلع على طول يعدي بوابات اسكندرية يعدي على الدائري بطريق الوحاة يبقى في الأهرامات خلاص في الهرم والمتحف المصري 40 دقيقة 40 دقيقة يكون في قلب الأهرامات يبقى انه مسهل على حياة النهار والطرق النهاردة تعمل شبكة بتعمل كل شوية بتلاقي حاجة جديدة بتتعمل اللي هو الجديدة بتعمل ليه؟ عشان أساعد الناس أكتر وساهل للناس أكتر ويا ما طرق كثيرة أنا لسه من يومين معدي في بعض المناطق كده ما كانش كان بقى لي فترة معدتش ما شاء الله طرق دي كانت صحرة تعملت في قلب الصحراء ليه؟ بتعمل عملية النقل ما بين الدائري ما بين طريق مصر الكندير الصحراوي لأن كل ده استعداداً وجذب للحركة وأيضاً تأثير الحركة إلى المتحف المصري وإلى منطقة الأهرامات أنا بعناية شفتها أول مبارح فنبقى عارفين البلد بتعمل إيه؟ لازم نساعد ونقف ونتكلم ونواجه ونتكلم بشكل وضع الحكاية دي منطقة الأهرامات تحتاج الجميع يتعاون من أجل هذه المنطقة تكون يعني محدش تكي ولا شكوى ولا شكوى ولا حد يقرب من حد ولا حد ولا شيء كلنا نقف ونساعد شكراً دولة رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي على جولة النهاردة والمتابعة وزين بقول لكم لأنه ده بيبقى كمان للرئيس الوزراء نعم كل شوية بييجي هنا عشان يشوف كمان كان لسه هنا يمكن من حوالي شهر يمكن كان موجود بيتابع هنا أيضاً بحوالي شهر النهاردة موجود كمان بيتابع وهتلوه بعد كم يوم تاني بيتابع إنه فيه تكلفات النهاردة واضح اهو اهو بيقول لهم اهي واضح تكلفات هيجي بص عليها هتلوه بعد سبعين تلاتة كده بكتير رئيس الوزراء هيجي بص على الحاجات دي تعملت ولا لا وبالمناسبة بالمناسبة الجيس الدولة كلها بتشوف الحاجات دي فيه فيه ناس بيطلعوا وبيشوفوا بيصوروا بيصوروا ايه والله بيصوروا مش لازم يبقى حد عارفه بينزلوا الحاجات دي يصوروا ايه المعدلات التنفيذ ايه اللي يتعامل بيكلمكم بجد بجد في كل المشروعات مش الهرم في كل المشروعات بتنزل لجان تنزل لوحدهم تابعوا شوفوا صوروا فيديوهات تتشافي الفيديوهات دي معدلات ايه مين هنا مين هنا كل حاجة الدولة كتب ايه الدولة كتب فيه انضباط وفيه متابع الموضوع مش متساب يعني مش حاجة متسابة مش حاجة متسابة متشافة لسه بكلم حقاكم على السجون حتى على المراكز لصح وتهيل حتى ده متشاة كل حاجة متشافة عشان بتاخد قرار بتاخد القرار شكرا